اشتركوا في القناة 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 اي فون 9 او SE 2 قبل الكل يعرف ان الايفون لجيب ينزل لازم يكون يدعم السوفتير او اي جهاز فالمطول راح يفتحون السوفتير 30.4 و 1 اللي نزل الحين ويشوفون اذا فيه كود لحق الايفون 9 فالاي فون 9 راح ينزل على هذا السوفتير يعني قرب نزول الايفون 9 او SE 2 تقريبا هذة كل الميزات و ذاكل شي ف اذا كان جهازك علي 30.4 راح يجيك تحديد هذا اذا كان لا جاي بعيد ومحدد جهازك لحقه 30.4 و 5 ما راح يجيك هذا ليش؟ لان انت قردي على بلد نمبر اعلى يعني الرقم التسلسلي هنا عندك اعلى السوفتير عندك اعلى فالجهاز ما راح يقرى لنا تحديث انت على 30.4 و 5 ونزل تحديث حين 30.4 و 1 يعتبر الرقم رجع ما قدم فما تقعد تحت اذا تريد تحديد جهازك فانت المشكلة انك لازم تحطيه على اي تونز تسوي لابليت من اي تونز اذا ما قدر تسوي لابليت من اي تونز لازم تفرمت جهازك فهذه الحل الوحيد او انك تجلس على السوفير انت يعني انت سويت ذي الحركة فانت لازم تتحمل مشاكل اللي راح يكون في الجهازك و المشاكل اللي تكون كده بس ففي نهاية الفيديو لو تنسون الاشتراك بالغناة ونشر المقطع وما لايك المقطع وتعليقات كم تحت تهمني ولا تنسون الفضل دعاكم والسلام عليكم